وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن أذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن مشروع ميناء الدقم يمثل رافدا مهما في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسيا لمشروعات قيد الانشاء وقيد التأسيس لرؤية عمان 2040 إن هذا الميناء الاستراتيجي والحيوي سيمثل رافدا مهما للقطاع الاقتصادي وكذلك سيمثل نقلة نوعية في تحسن القدرة التنافسية لسلطنة عمان وإضافة هامة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة ونظرا لموقع الجغرافي المتميز للميناء الذي من المخطط أن يكون مركزا لوجستيا يختم خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا فقد تم تجهيزه بمواصفات عالية إن من أهم مكونات تشغيل هذا الميناء رافعات الحاويات والرافعات الجسرية حيث وصل إنجاز هذا المشروع ما نسبته 60% من مشروع توريد وتركيب رافعات الحاويات والرافعات الجسرية المعدة للاستصيف التجاري بميناء الدقم والمهيئة للتعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم علما بأن تركيب هذه الرافعات في الميناء سوف يبدأ بإذن الله في مارس من هذا العام ومتوقع اكتمال الأعمال في الربع الأول من العام القادم ويمثل المشروع توريد أربعة رافعات آلية حديثة لنقل الحاويات من السفن إلى الرصيف التجاري والعكس بطاقة تصل إلى 65 طن كما يتضمن المشروع شراء 12 رافعة ساحات الجسرية ذات الإطارات المطاطية بطاقة تحمل تصل إلى 41 طن